مرحبا موليد برج الدلو كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين تسعة عشر للاحد خمسة وعشرين أب أغسطس انطلاقة حلوة لهيدا الأسبوع لأنه الثانين تسعة عشر في أمر مكتمل ببرج كون فولمون ببرج الدلو شخصيا هيدا معناتا في بداية جديدة لألكون انطلاقة حلوة عالميا أنا حاطة فيديو مخصص لتأثيرات هذا الأمر على العالم متلقوا الرابط بعلبيت الوصف كمانا يوم الخميس تنتقل الشامس من برج الأسد لبرج العذراء خلونا نشوف كيف بدأتكون التأثيرات علما أنه ببرج كون الشهري حيكي كيف بدأتكون الجزء الثاني من شهر أب أغسطس يلي هو أفضل بكتير من الأسبوع الثلاثة الأولى خلونا نبلش البداية مع يوم الثانين تسعة عشر الأمر ببرج كون تأثيرات كتير قوية كتير مهمة إيجابية جدا تسمح لكم أنه فعلا تقلبوا الدنيا رأسا على عقب إذا أنتوا بدكن القرار بإيدكن كل ما يكون الأمر ببرج كون وخاصة هو أمر مكتمل يلي هي أصلا بتكون الأمر اللي يكون ببرج كون فولمون بيكون مرة بالسنة فهذه انطلاقة كتير مهمة قد يعود تأثيرها يمكن في شيء مهم صار عندكم لما كان أمر جديد بمطلع السنة بفصل الشتاء المهم هذه انطلاقة كتير قوي مثل ما بيقولوا أول دخولوا شماعة تقولوا بهذا الأسبوع التالتة والأربع الأمر ببرج الحوت تأثيرات جيدة لا بأسة بها انتبهوا لبعض التفاصيل الصغيرة يلي معقولة تأثر على نتيجة عمل نتيجة شغل على نتيجة امتحان فكونوا دقيقين بكل شيء وخلوا عيونكن على عملكون على مصرياتكن على جيبتكن كما نحنا منقول لمصاريفكن وحافظوا على كل هالموقع الحلو اللي عندكن يا مركزكن وصيدكن ليه لأنه انتم بلشين صفحة جديدة مع هالأمر المكتمل أمر ببرج كون منروح للخميس والجمعة الخميس والجمعة الأمر موجود ببرش الحمل يعني بيعطيكم قوة هون طبعا عم نحكي صارت الشمس موجودة ببرش العذراء أخلصنا من المعاكسات هالمعاكسات الصعبة يلي كانت من الشمس اللي قضت 30 يوم ببرش الأسد المعاكس لالكن اختفت هالمعاكسات ودخلتوا انتم بمرحلة نشيطة فعالة أكتر وإيجابية ومهمة في احتمال يكون في حركة نشاط أكتر سفر تنقلات اتصالات وما بتهدو متعب شوي لكن لا بأس بذلك السبت والأحد 24 25 آب أغسطس الأمر ببرش الثور بالبيت الرابع هونيك عنا أيضا أورانيوس ففي احتمال أنه أمور عائلية أو شخصية تكون متقلبة شوي فقط عم تتسلط الأضواء على هذه الأمور ليش لحتى تعالجوها لحتى تسوها تصالحوا مع أحبائكم تخلصوا أمور عائلية منزلية شو ما كان والدخلوا شيء جديد نكهة جديدة حلوة على البيت على أمور الخاصة بما أنه بطل في عنا معاكسات كل مولي برش الدلو مفروض يكونوا محظوظين بهذا الأسبوع بشكل خاص 7-8 شباط فبراير هالتأثيرات من كوكب المشتري للمزيد من التفاصيل بالأبراج اليومية وأكيد لازم تسمعوا الأبراج الشهرية باي باي